أطلقت عائلة بحرينية مشروعا منزليا لصنع الأجبان بطرق حديثة ومبتكرة وبأسماء تميز كل نوع من هذه الأجبان المشروع بدأ من تفضيل العائلة أكل الأجبان حتى تحول إلى مشروع تجاري يعتمد على الجبن الصحي الزميلة إيمان شرف توافينا بالتفاصيل كيف بالإمكان أن تدلل نفسك بأكل طيب ومذاق خاص فريد من نوعه دون أن تدخل عليه المنكهات الصناعية والمواد الحافظة هل هذا ممكن؟ طبعا فبمكونات من الخضروات الطازجة والمكسرات الطرية تستطيع أن تمتع نفسك بجبنة تفننت في إنتاجها عائلة بحرينية تهوى أكل الجبن في جميع الوجبات حتى تحولت لديهم من أكلة مفضلة إلى مشروع صغير يأخذ في الحسبان إرضاء جميع الأذواق والفئات في البداية نحن من محبين الجبن فكنا نحاول نصنع خالطة خاصة فينا نحن نحط في المكونات اللي نحن نحبها ونفضلها فجربنا كذا خالطة المرة الأولى والثانية لما حصلنا أحسن خالطة نصبنا نحن كنا أنا وزوجتي والأولاد فبعدين ثبتنا عليها في كل ويكند كنا نشوي هذا النوع من الجبن بعدين كنا خلنا نجرب نعطيها مثلا حق أصدقان أو وقت المناسبات في القذرينج في الويكند أو في العمل كنا نودي الجبن فلاحظنا أن كل الناس اللويانة اللي يأكلوا من هالجبن كانوا يعجبون في هذا النوع من الجبن فطالبوا منه في المناسبات الجاية أن نحن نجيب نفس النوع من الجبن هذه العينات غيظوا من فيض كبير للأصناف والأنواع التي تعدها العائلة للزبائن وما كان ذلك إلا بعض تجارب ومحاولات قامت العائلة بها حتى وصلت لنكهات وأنواع مختلفة من الأجبان بل أصبح الجبن مادة أولية لإنتاج منتجات جديدة يمكن تناولها في جميع الأوقات مع انتقاء أفضل الخضروات من مزرعة المنزل وبذلك تنجح هذه العائلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي اللي يميز أجباننا عن غيرها نحن لما بدأنا ننتج هذه الأجبان فكرنا في شي نحن بنستهدف أغلب فئات المجتمع مثل الأطفال والأكبر الشباب والكبار في السن والمصابين مثلا بالضغط والأشخاص المهتمين بمحافظة على الوزن المثالي يعني أصحاب الدايت وتيبي هدفنا من هذا المشروع أن نحن نوصل للمجتمع أو نعمم فكرة الأكل الصحي مثل ما تعرفون يعني في هذه الأيام الأجبان المنتشرة أغلبها تحتوي على المواد الحافظة والمواد الضارة كثرتها تكون ضارة يعني فهذه الأجبان تعتبر بديل صحي أكثر صحة خصوصا أن نحن يعني ما يضاف لها أي شي من المواد الحافظة ترى هذه العائلة الصغيرة مشروعهم كنقطة انطلاق وتأمل أن تتسعى دائرة الضوء من الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانتشار في الأسواق إقبال كثيف على شراء ملذ وطاب من الأجبان التي تفننت به يد ذات نفس طيبة أحسنت بصنيعها نكهة تقبل ألسن ألا تعتاد على تذوقها إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين